الكون، هذا الكون هو انعكاس للوعي كل شي في حياتك، كل شي في واقعك، كل شي في تجاربك هو بمثابة اختبار من وعيك والسؤال هو ما الذي أنت واعن به؟ أهلا بك، أنا صديقتك سوسا بالعش اليوم أطلعك على الطريقة المثالية للتحدث مع هذا الكون من أجل ما أنه هذا الكون يستجيب إلى طلباتك ويستجيب إلى رغبات قلبك هذه القناة هي قناة تثقفية هي قناة تهدف إلى تنويرك هي قناة تهدف إلى إعانتك على تطوير مستوى وعيك حتى تستطيع أنك تصنع التحول الكامل الذي أنت تريد أن تصنعه في حياتك إذن فلنبدأ اليوم سأشاركك في خمسة خطوات هالخمسة خطوات هذية تعلمك كيف يستطيع الكون من هنا فصاعداً أن يستجيب إلى طلباتك ستتعلم في هذي الفيديو خطوة بخطوة كيف يجب أن تتحدث مع هذا الكون حتى يقدر أن يستجيب إلى طلباتك انظر نحن بعلم أو بدون علم نحن نسلط على الأشياء ضوء وعينا أنت تسلط على الأشياء ضوء وعيك تماماً مثلما تدور الأرض حول الشمس أفكارك ومشاعرك وتصوراتك وكذلك أحاسيسك كلها تعتمد كلياً على الطاقة التي أنت توجها والسؤال هو نحو ماذا توجه طاقتك أرجوك أعلم أنه الذي أنت تجاهله يتوقف عن الوجود في عالمك يخرج من عالمك والذي أنت تعطيه انتباهك الذي أنت تسلط عليه انتباهك يتضخم بالضبط كي أنك تستعمل مضخم صوت انتباهك هو ذلك المضخم المضخم لما يحدث فحياتك ولما يتكرر فحياتك ولكن التحدي هو أن لا نفهم هذا نحن غير واعيين بهذا نحن لا ندرك هذا لذلك سأشاركك خطوة في خطوة اليوم كيف تستطيع أن تغير هذا أي شيء يحدث فحياتك لا يجب أن يصبح تجربتك الشخصية أو تجربتك اليومية إذا أنت اخترت عدم منحه انتباهك يمكن هذا اللي أقوله لك يبدو كأنه غير بديهي لكنه حقيقة هو حقيقة تستحق أنك تأخذها بعين الاعتبار أنت عندما ترفض إعطاء انتباهك فالأحداث التي تقع وظروف التي تقع هي تفقد تأثيرها عليك وتفقد تأثيرها على تردد زبزباتك الطاقية تحدث يمكن كغيرها من الأحداث لكني تمر تمر مثل ما نقول كمر الكرام تمر على حالها يعني لا تتكرر لا تستمر معك لا تعلق في طاقتك يظهر لي الآن ابتدأت تفهم لماذا نفس الأحداث تلاحظ أني وكأنها تتكرر فحياتك لأنك تغذيها بانتباهك لها في عالم قانون الجذب غالباً ما يتم يعني وصف الأفكار على أن الأفكار تخلق الواقع إلا أنه لحقيقة الأفكار في حد ذاتها يعني الأفكار هي هي كالوعاء الفارخ هي فقط تريد جذب انتباهك الأفكار تريد جذب انتباهك أنت تمتلك القدرة على تنشيط هذه الأفكار أنك تقول نعم وتفكرها أو ترفضها لا تقولها لا شكراً سأفكر في عشياء أخرى يعني الأفكار هي توجه تدفق طاقتك يعني هنا أين تتدفق طاقتك لأنه مفتاح التحدث مع الكون يكمن في توجيه تدفق طاقتك نحو الأفكار التي أنت تريدها الأفكار اللي هي عندها صداء جادي وكذلك تجاهل الأفكار التي لا تريدها واللي هي عندها صداء سلدي الآن نريد أن نتعرف على كيف إذن نتحدث إلى الكون كيف نتحدث إلى هذا الكون حتى يلبي طلباتنا هل أنت مستعد؟ إن كنت مستعد هيا ننطلق الخطوة الأولى اليوم الخطوة الأولى التي أريد أن أشاركك بها الخطوة رقم واحد في رحلتنا للتحدث إلى هذا الكون حتى يستجيب إلى طلباتك هي توجيه انتباهك ما الذي أنت تريد؟ شوف منذ اللحظة التي أنت تدخل فيها إلى هذا العالم يستفسر هذا الكون ما الذي يريد؟ ما الذي تريد؟ من أجل أنه يقربه يوصله إليك لكن أنت وهذا الكون لا تتكلماني نفس اللغة ليست لديكم نفس اللغة الكون لا يميز اللغات البشرية وأنما يقرأ ردود الأفعال الاهتزازية يقرأ طاقتنا وأي رد فعن أنت تقدمه للكون هو يعتبر بمثابة نعم أي رد فعل سواء سلبية أو إيجابية الكون يقرأها نعم أعطيني المزيد فيعطي المزيد مثلا خلنا نطرح مثال مثلا تجد نفسك تتلقى فواتير تجد نفسك خائف من دفع المزيد من الفواتير ومن تلقي المزيد من الفواتير وتجد أنه فكرك مشغول بكيف ستدفع هذه الفواتير والآن كل انتباهك موجه هناك كل انتباهك مصلط هناك ولهذا تجلب إليك المزيد من تلك الفواتير أريدك أن تعرف أنك أنت هو قائد الفرقة أنت قائد الأوركسترا أنت هو دائما القائد وأنت من يختار أين يوجه انتباهه يعني عندما تركز انتباهك على جانب من الواقع فأنت تصوت لهذا الجانب أنت تضخم ذلك الجانب لكن على عكس من هذا عندما أنت توجه انتباهك نحو شيء آخر يعني عندما أنت تختار أنك لا توجه انتباهك على ظرف لا تريده فكي أنك تنقل رسالة للكون هذا مفادها أنك غير مهتم بذلك الشيء الذي حصله اللي أنت معارضه غير مهتم به وهذا هو اللي يخلي الشيء ذلك يخرج من نتاقك ويخرج من تجربتك الأدراك هنايا يأكد لك كم أنت قوي في خلق واقعك كم أنت لديك القدرة قدرة خارقة للعادة على خلق واقعك اهتمامك هو مثل القناة اللي هي أنت تعبر من خلالها على ما تريده يوجد في حياتك وما لا تريده أن يوجد فيجب عليك دائما أن تختار الأفكار والعواطف اللي أنت تريد تفخيمها لكن تريد تفخيمها بوعي لأنك تريد خلق تجارب هذيك الخطوة الثانية الآن الخطوة الثانية هي التفكير والتحدث بصيغة المضارع يعني التفكير والتحدث الحاضر الكون مع حكمته حكمته الانهيلة هو يعترف فقط بالآن فقط الآن يوجد كل شيء يوجد في اللحظة الحاضرة بالنسبة للكون لا يوجد ماضي لا يوجد مستقبل لكن أنت يمكن تأتيك أفكار عن الماضي وتأتيك أفكار عن المستقبل هذا لا يأبه إليه الكون الكون فقط يهم محتوى اهتمامك أنه لا يدرك الفرق ما بين الماضي والحاضر يعني فعل التفكير مثلا هو بحد ذاته شكل من أشكال التواصل مع الكون عندما تفكر أنت تتواصل مع الكون الكون يفهم أفكارك ويفهم مشاعرك والحاضر في الآن ضع هذا دائما في اعتبارك ولا تنساه أبدا إذا أنت مثلا قلت مرارا وتكرارا قلت سوف أنجح الكون هذا يسمع أنك لا تريد النجاح الآن ولذلك هو لن يحقق النجاح الآن فأشعر وكأنك الآن تمتلك النجاح يعني ليس فقط أنت تردد الجملة أنا أنجح أنا ناجح وأنا ما أنت كذلك تشعر وكأنك قد حصلت على النجاح عندها سيبدأ الكون في تشكيل ذلك الواقع الذي أنت تريده وفقا لما أنت تريده إذن التواصل مع الكون مثل ما قلت هو لا يقف فقط على التعبير يعني من خلال التأكيد أو من خلال الكلام عن الرغبات لكن كذلك تجسيد هذه الرغبات في الواقع وفي الوقت الحاضر من خلال أنك تترك نفسك تحس وأنك بصدد تحقيق هذا هذا كيف نتحدث إلى الكون والآن نصل إلى خطوتنا الثالثة خطوتنا الثالثة هي الاستماع إلى نظام التوجيه الداخلي الخاص بك استماعك إلى نظام التوجيه الداخلي الخاص بك واللي هو يعمل كالبوصلة هو بوصلة الطاقة اللي هي موجودة وسطك الكون كون هذا لا يفهم لغاتنا مثل ما قلت هو لا يفهم لغة البشر لكنه يفهم لغة الطاقة يعني الأفكار والكلمات هي غير موثوق بها لماذا؟ لأن الأفكار والكلمات لا تتماشى دائما مع حالتنا الداخلية مع حقيقة كيف نحس كيف نشعر لكن الطاقة دائما نوثوق بها هي بمثابة نظام التوجيه الخاص بكل واحد مننا يعني عندما أنت تشعر بأنه شيء جيد وأنه مريح فذلك الشيء يتردد مع طاقتك والعكس صحيح عندما أنت تشعر بأنه شيء لا يعجبك وأنه شيء غير مريح فهذا يشير إلى أنه هناك هناك انحراف عن ذاتك الحقيقية ذاتك الأصيلة نظام التوجيه الداخلي هو موجود وسطنا وهو دليلك يعني إذا كان أنت أحسست أنه الأمر جيد حسنا ثق به لكن إذا كان أحسست أنه الأمر يبدو غير جيد أتركه أطلق صراحه آفق بنظام التوجيه الخاص بك هذا كيف؟ تتعلم شيئا فشيئا أنك تتافق بنفسك وبنظام توجيهك الداخلي عندما تتركه يتحكم من خلال إحساسك من خلال ما أنت تحس أنه يريحك أو لا يريحك الآن دعنا نتعرف على خطوتنا الرابعة والخطوة الرابعة هي متمثلة في ترفيع وعيك يعني ترفيع وعيك هو تماما مثل اكتساب الخبرة في لعبة أنت هذه اللعبة كنت تخالها معاقدة يعني عندما لا تفهم القواعد تبدو لك اللعبة على أني معاقدة لذلك سأوضح القواعد عندما أنت ترفع مستوى وعيك ماذا يعني هذا؟ يعني أنك تصبح قادر على الملاحظة تصبح قادر على المشاهدة تصبح أنت الشاهد بسط أحداث حياتك عوضا عن البطل الذي هو يقوم بتلك الأحداث عندها تكتسب سيطرة أكبر على واقعك لأنك تصبح واعي بذاتك الداخلية تصبح واعي بأماط تفكيرك تصبح واعي بالطريقة التي أنت تفكر بها يعني تصبح واعي كذلك بكل ما يحيط بيك بهذا الكون الذي أنت جزء منه تصبح الآن تتحكم في نسق تفكيرك لأنك أصبحت المشاهد أصبحت الملاحظ يعني تستطيع أن تسيطر على تفكيرك تصبح الآن قادر أنك تفهم كل المعطيات اللي هي موجودة حولك لأنك أصبحت مجهز بهذه الملكة العجيبة واللي هي الملاحظة تصبح ملاحظ يعني تقمص دور الملاحظ عوضا أن تكون اللاعب السلبي اللي هو مخدر وسط اللعبة والآن يصبح بإمكانك اتخاذ قرارات مختلفة اتخاذ خيارات مستميرة تتماشى مع الواقع الذي أنت تريد صنعه عوضا عن الواقع اللي هو موجود هذا تتحصل عليه من خلال ممارسة يومية للتأمل من خلال ممارسة التأمل واللي هي أحدثك عليها في العديد من الفيديوهات أريدك فقط الاطلاع عليها نصل إلى خطوتنا الخامسة وخطوتنا الخامسة هي التكرار عقلك الباطن هو يعكس طريقة عمل هذا الكون عقلك الباطن على غرار هذا الكون هو لا يشبه العقل الواعي لأنه ليست لديه القدرة على التمييز ليست لديه القدرة على التمييز بين الواقع والخيال ليست لديه القدرة عقلك الباطن على التمييز بين ما تريده وما لا تريده يعني هو فقط يثير المشاعر ويثير المشاعر كي أن أحدث تقع في الحاضر وقت اللي هي أحدث يمكن وقعت في الماضي لأنه هو مجرد مستودع للبيانات المخزنة هو فقط يجلب لك ما الذي حظى بأكبر قدر من اهتمامك لكن من خلال ما أنت تصبح قادر على أنك تكرر على أنك تستعمل التكرار عندها أنت تصبح قادر على برمجة عقلك الباطن كيف؟ نفترض مثلا أنك تريد أن تتحول إلى أكثر ثقة في نفسك استعمل التأكيد استعمل التكرار مثلا تكرار جملة مثل أنا من أكثر الأشخاص ثقة بنفسي في هذا العالم مثل ما قلت لك المفتاح لا يكمن في مجرد التكرار لكن كذلك في الشعور الحقيقي بهذه الثقة التي أنت تريدها كرر الجملة واسمح لنفسك أنك تشعر بذلك من خلال إعادة هذا التأكيد إيجابي تبدأ في الاندماج مع هذا التعبير ويبدأ الآن عقلك الباطن في استيعابه هذا التحول يبدأ يظهر في عملك أو مجال خبرتك يبدأ الآن يظهر من خلال أنك الآن أصبحت إنسان يوحي بأكثر ثقة في أفعاله في سلوكه في كلماته في تصرفاته يعني هذا هو من أصبحت الآن الآن بعدما أطلعتك على هذه الخطوات أريدك أن تتذكر أنك أنت هو الكون والتحدث إلى هذا الكون يعادل التحدث إلى نفسك العليا أنت تمتلك زمام هذا الوجود أنت المتحكم في حالتك الداخلية طهر طاقتك نظف طاقتك لأن الكون دائما يفهم لغة طاقتك فقط هذه هي اللغة التي يفهمها فمن خلال أنك تاخذ مسؤولية تواصلك مع هذا الكون تاخذ مسؤولية تفكيرك الآن أنت تتواصل بأكثر فعالية مع الكون والآن أنت تصنع ما تريد صنعه في واقعك هذا هو الذي أردت أن أطلعك عليه اليوم من خلال هذه الفيديو من خلال أنك تستطيع من هنا فصاعدا أن تتحدث مع هذا الكون حتى يلبي رغباتك فلنواصل التعلم معا ونلتقي في الفيديو الموالية